خلونا نستعرض مع حضراتكم النهاردة الجولة المرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي وخصوصاً إن الناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة وإن فيه إغلاق كلي لأحد الاتجاهين تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتستران وده بيستلزم الأمر الغلق الكلي لأحد الاتجاهين وإجراء تحويل لحركة المرور بالاتجاه الآخر بالتبادم كمان استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي مع تحويل الحركة المرية لاتجاه الآخر وده هيكون لمدة شهر لو كمنا في اتجاه الكورنيش هنلاقي فيه كثفات مرية بسيطة باتجاه منطقة وسط البلد أما كبري أكتوبر متجه للعباسية فهنلاقي هناك سيولة مرية حتى غمرة اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثفات بسيطة بزيد مع ساعات الضروة الصباحية ولو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة وهنفضل ماشي لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثفات مرية نسبية في الوقت الحالي هنفضل مكملين لحد كبرئ الروضة وهناك برضو في بعض الكثفات كورنيش النيل بدأت الكثفات تزيد عن المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد ودي كثفات بتكون طبعية ده بسبب زيادة أعداد السيارات لكن الكورنيش متجه إلى المؤسسة في سيولة مرية ناخد بالنا أن الكبري 15 مايو بتظهر عليه كثفات أعلى منطقة الزمالك ده بسبب أعمال توسعة الكبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بالنسبة للطريق الدائري فبتظهر كثفات على دائري المرك المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقليم نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة في إغلاق جزء لطريق الدائري الأوساطي على تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر ده دون تعطيل حركة المرور كمان في غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الوحاد تحديدا المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري في بعض التحويلات المورية على محور 26 يوليو بسبب أعمال التوسعة ده القادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر للنزول يمينا اتجاه محور 3 يوليو المستحدث بعض الطريق الدائري ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى لمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان سيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6 حارات مررية على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوما لكن كمان بالنسبة القادم من الدائري اتجاه كبري أكتوبر أو اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب اتجاه إجباري من خلال نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور روض الفرنج لو رحنا بقى معاكم شارع الهرم اللي بيشهد كتفات مررية ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات كمان ظهرت كتفات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بلاء ومبابة أما بقى بالنسبة المحور صفت ففي كتفات مررية بالزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة ناخد بالنا أنه تم إغلاق أو إجراء غلق كلي بشارع منشعة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفر طريق الدئيري لمدة شهر بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية لقواعد الخرصانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمر بن العاص اللي بتربطه مع طريق الدئيري القوس الغربي نروح معاكم لمحافظة القليبية والقادم من الزراعي بتظهر كثفات مرية بطريق إسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيرات والكثفات ده بعد نزلت كبري اليوب حتى مطلع الدئيري في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة حتى الطريق الدئيري والأصبحت قليلة بشكل كبير بعد إنتاء أعمال توسعة الطريق بيشهد الاتجاه الآخر كثفات متقطعة ده وصت متابعة بصفة دورية لحركة السيارات للسحب أي كثفات مرية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري المركبات لكن القادم من الزراعي متجه للدئيري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرية مع ده بعض الكثفات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرة بنها الحر علشان يتجه لمنطق شرق القاهرة والتجمع يفضل أنه يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرة الخيمة نكمل معك وجولتنا المرية وهنلاقي فيه سيولة مرية في معظم الشوارع في بورسعيد مع ده بعض الكثفات نتيجة المعتادة في ساعات الضروة الصباحية حتى زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثفات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو حتى نروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية ومن طرح البحر هنروح الشارع الجمهورية اللي فيه كثفات مرية مكملة لحد آخر الشارع وبكده أخذنا حضراتكم نهاردة في جولة مرية في معظم محافظات الجمهورية هرجع مرة تانية لمحمد وجمانا علشان نكمل معاك وصباح الخير يا مصر مشكري كدينة شكرا جزيلا شكرا جزيلا